من أكثر الأشياء التي تجعلني فخور صراحة في مرحلة التمكين لما أقول من الصحراء إلى الفضاء هذا مشروع رائع و رائد في دولتنا مثل ما نحن نتكلم عن النجاحات الكبيرة اليوم مثل قطار الاتحاد و أيضا براكة عندما نتكلم عن مصبر الأمل و خليفة سات و اليوم عندنا رواد فضاء يشعر الموضوع هذا بالفخر سبقنا غيرنا بمراحل يعني دخولنا نحن عالم الفضاء وصلنا من الدول الكبار السبع في غزو الوضاء و دلنا الإمارات لا تعرف المستحيل دولة الإمارات لا تعرف المستحيل دخلنا بمسمار الأمل و وصلنا للكوكب الأحمر المريخ خليفة سات الذي صنع بأيدي إماراتية بالكامل بأيدي مهندسين إماراتيين عندنا رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري و سلطان النيادي الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية يعني الإمارات هنا أعطت مثال أنها لا تعرف المستحيل اليوم عندنا تكلمت عن السبع اللي تقولي السبع اللي من حضر من الدول عدد قليل على مستوى عدد العالم ففي سبع دول نحن سابعهم تقريبا نحن سابع دولة نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن روسيا و الصين و بريطانيا فهذه الدول لها المشروع هذا بادي معها من زمان اليوم يحدث سبعين سنة شغالين فيه و نحن اليوم صلنا كم سنة فأننا نكون معاهم هذا أعتقد يعني إنجاز كبير وسريع في عمر دولتنا هذا اللي يدل أننا نحن دولة الإمارات لا تعرف المستحيل دولة لا مستحيل لا دولة لا مستحيل و نحن سباقين يعني والله الحمد لله ألاحظت أنه يعني كل سنة في إنجاز لنا كل سنة دولة إمارات بإنجاز وزين الفضاء القطار للاتحاد دخلنا في الطاقة النووية نحفظ على الاستدامة و المحاول على الاستدامة يعني دولة إمارات سباقة صلنا خير من 53 سنة دولة اللي عاشوا في فترة الستينات والخمسينات والستينات والسبعينات يشوف الدولة حين يقول كيف مدة هذه وصلت الإمارات لهذا المستوى لو نتذكر ما عرف إذا عندنا صورة الشيخ زايد الله يرحمه و يعداله الصاروخ الفضائي فهذه الصورة صحيح دائما نستذكرها لما نقول مرحلة التي انتقلنا من الصحراء و رحنا لين الفضاء دائما لما نشوف الصورة هاي و نقول أبونا زايد الله يرحمه كان يشوف لين جدام لين بعيد